لذلك نحن نطالب بحل الدولة الواحد لأن حل الدولتين هو شعار كاذب نتنياهو دمره وسمودريتش وبنكفير الآن علنا لديهم خطة لإنهاء وإلغاء فكرة حل الدولتين الذي برأيك مات حلدين مات نتنياهو يقول أنه مات سمودريتش يقول أنه مات والمخبول هذا بنكفير يقول أنه مات يعني ليش إحنا مقتلعين أنه ما زال حيا الدليل الآخر على أنه مات اسألي أي خبير في الجغرافية وفي تركيبة الدول وفي المياه والأراضي والطرق والتواصل الجغرافي كله تحت دولة المستوطنين الآن والآن ترسخ ذلك بالقانون الإسرائيلي أنه سمودريتش هو الذي يعطي المستوطنين الموافقات لم يعد وزارة الدفاع وكأن هناك فرق أنا لا أرى أن هناك فرق سوى أنه كان يفعل ذلك على استحياء الآن يفعل بوقاحة والولايات المتحدة الأمريكية تقول لك بدنا اجتماع في العقبة عشان نشوف كيف نزبط لهم شو تزبط لهم؟ تعودون إلى فكرة المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد أن لا حيات لدولتين على أرض فلسطينة تاريخية وأنه يجب أن يكون هناك دولة واحدة بشعبين ته هل هذا ممكن؟ يعني إسرائيل المش قابل بالدولتين هتقبل بالدولة واحدة شوفي أغرب جزيل إحنا أحيانا يصدرون الإسرائيليين بعض الأفكار لنرفضها ثم بعد ذلك بنفكر حانا أنه اكتشفنا النوع حل الدولتين انتهى يجب أن نقتنع داخليا أن إسرائيل دمرت حل الدولتين وبالتالي تمسكنا بحل الدولتين هو تمسكنا بوهم وأنا من الذين دافعوا واستثمروا جهود فردية على مدى 30 سنة في حل الدولتين على أمل هذا الأمل يجب أن لا نتعلق به لأنه أصبح وهما لأن إسرائيل دمرته إذن ما هو الخيار الآخر؟ الخيار الآخر إسرائيل تسهل علينا ذلك سمودريتش يسهل علينا ذلك ويقول أنه سيضم الشعب الفلسطيني ويضم الضفة الغربية وما فيش حاجة يسمى دولة فلسطين نحن أنا عن مستوى الشخصي أقول نعم نحن نوافق على ذلك دولة واحدة بحقوق متساوية نحن صرفنا 30 سنة من عمرنا على حل الدولتين الذي قضي عليه تماما جغرافيا وسياسيا وقانونيا وإلى آخره حل الدولة للاحدة يقودنا إلى هذه الدولة هل ستكون دولة عنصرية كجنوب أفريقيا أم تكون دولة لنا حقوق متساوية فيها أسهل الصراع مع إسرائيل فيها إسرائيل لا توافق على ذلك أنا أدرك ذلك وأنا أعرف هذا الكلام لكن أن أستمر بالقتال على وهم أو أن أبدأ القتال على حقيقة يمكن أن أقنع فيها جزء من المجتمع الإسرائيلي ولا يستطيع المجتمع الدولي أن يرفض ذلك ترجمة نانسي قنقر